قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدولة تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبار احد القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطنية وشدد الرئيس خلال لقاء امس بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات على اهمية تطوير قطاع الاتصالات واهمية برامج تدريب الشباب وتأهلهم لاستخدام افضل في وسائل التكنولوجيا الحديثة وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها امس ان المهندس ياسر القاضي اشار خلال الاجتماع الى الجهود الجارية بين وزارة الاتصالات وبين الوزارات المعنية بشأن انشاء المناطق التكنولوجية في عدد من المدن على ان يتم البدء في منطقتين في مدينتي برج العرب واصيوت الجديدة